خلافاً لهذه اللافتة ترسم ملامح الواقع المأساوي في المستشفيات العراقية على حد سواء مع تفاوت في حجم المعاناة لا أكثر الطوارئ وما أكثرها لكن بيت المرارة يكمن في عدم توفير ما يلزم لعلاجها من أدوية وأدوات طبية مستشفى قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين على مضض وببطء شديد يتابع مسيرته الطبية بما أتيح له من مستلزمات أو بالأحرى بالنزر القليل الذي رصد له من موازنات متعاقبة كبيرة الأرقام قليلة الإنفاق المشكلة المستشفى يعني بس عندنا مستشفى يعني بيجي بس قضاء كامل عليها ونغص بها بالخدمات بالعلاجات بالكادر الطبي ونحتاج لها دعم يعني من وزارة الصحة من منظمات الدولية حتى نقدر نوفر خدمات للمواطن الأمراض المستعصية والحالات الحرجة في بيجي لا حلول لها في مستشفيات القضاء الأمر الذي يحتم على المرضى قطع مسافة كبيرة إلى بغداد في ظل الواقع الأمني المتردي وتقتصر خدمة مشافي القضاء على تطبيب الحالات الاعتيادية حال يحيل المشافية إلى شبه مستوصفات بسبب افتقارها للأجهزات الطبية الحديثة والأدوية الكافية وذلك كله يرجع إلى منظومة الفساد التي لا تفتأ تسرق المخصصات الطبية دون اكتراث لمطالب المواطنين الذين لا يجدون حرجا في كشف الحقيقة وتوجيه أصابع الاتهام إلى الحكومة المقصرة تقصير موجود من قبل الحكومة حكومة المركزية من قضاء بيجي وحكومة المحافظة وتقصير يعني باين على أكثر من الجهة يعني مستشفى خدمات ما بيها إلى بعد حدود قضاء بيجي كغيره من أقضية وبلدات العراق مأساة متشابهة من كل النواحي ومطالب الإصلاح ثابتة لا تتغير لكن موت الضمير هو السمة التي تميز المسؤولين فصارت أصوات الشارع الغاضب كمن ينفخ في قربة مذقوبة